برعاية بسم الله الرحمن الرحيم وشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم أسبوع جديد وليلة جديدة من ليالي رمضان على شاشة مصر الزراعية تتجدد مع حضرتكم كل عام وأنتم بقى الفي خير وصحة وسعادة زي ما حدكم عارفين ليالي رمضان معاكم طوال هذا الشهر الكريم من السبت الخميس من الساعة التسعة مساء لحد الساعة أحداشر ومختلف الفقرات المتنوعة اللي ترضي إن شاء الله الأسرة المصرية والعربية النهاردة خمستاشر رمضان انتصف هذا الشهر الكريم كل عام وحضرتكم بخير من كم يوم كنا بنقول إمتى رمضان؟ النهاردة خمستاشر رمضان وبدأنا خلاص في العد التنازلي فمتبكر حضرتكم ونفسي معاكم إن احنا نكثر من كل الخيرات فيما تبقى من أيام في هذا شهر رمضان المبارك علينا كمان إن احنا نبادر بالزكاة قبل عيد الفطر المبارك علينا كمان إن احنا نود كل أصدقائنا وأرحبنا ونصل أرحبنا بشكل كبير جدا يمكن الحد اللي فات كان معانا أحد الشيوخ الأفاضل اللي قالوا مع بداية شهر رمضان المبارك بتلاقي المساجد مليئة بالمصلين ولكن مع بداية الأيام وبعد كده لما تصل لنهاية هذا الشهر بيقل عدد المصلين في المساجد وده في حد ذاته إحنا بنذكر حضرتكم إن بالعكس كلما قرب هذا الشهر الكريم على الانتهاء كلما كثرت فيه الخيرات من العباد كلما زدنا تضرغا وخشوعا للمولى عز وجل عشان كده أتمنى يا رب فيما تبقى من أيام في هذا الشهر الكريم إنها تكون إن شاء الله أيام مباركة وخير علينا إن احنا نكون من الفائزين والظافرين في هذا الشهر المبارك علينا أن نكثف من أعمالنا اللي بتقربنا لربنا سبحانه وتعالى خلاص يعني إحنا في أيام يعني زي ما بنقول كده دايما شهر رمضان بيبقى في عويل ورحمة وسط المغفرة وكمان كم يوم وندخل على أيام العطق من النيران بالإضافة طبعا لهذا الشهر الكريم مليء بالخيرات الأخرى وهو شهر الكرم والمحبة والتواصل وشهر صلة الأرحام وشهر المغفرة وأيضا الشهر اللي احنا كلنا الحياة بنحرص على إننا نكون متقربين بكل ما أتينا من جهد لربنا سبحانه وتعالى كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله نكون نظافرين في هذا الشهر المبارك وإن شاء الله ربنا تقبل منا صالح الأعمال وتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجدنا وكل أعمالنا اللي خالصها لوجه ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعابة طبعا الناس اللي نزلت النهاردة عارفة إن فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والارتفاع ده هيواصل لدرجاته إن شاء الله غدا بالإضافة كمان لوجود بعض الظواهر اللي من شأنها بتؤثر بشكل ملحوظ على الحرارة وتحديدا فترات الظاهرة واللي بيصاحبه يمكن معه يعني ظهر اليوم وجود الرياح وأيضا الرمال والأتريبة عشان كده حزرت هيط الأرصاد الجوية بشكل جبير جدا من غدا عشان كده بالنشط حضراتكم بكرة نتجنب تماما التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة تحديدا فيه فترات الظاهرة علينا كمان النهاردة فيه السحور نكثر من شرب السوائل ومش معنى ذلك إن احنا نقعد نشرب مية لحد أدان الفجر بالعكس دايما بنحرص كمان في اليوم رمضان نحن نمضى حضراتكم بالكثير من المعلومات اللي بتخلينا إن شاء الله طوال يعني يوم الصيام نكون قادرين على العطاء وقادرين على العمل وإن احنا لا نشعر سواء لبجوع ولا أبعطش عشان كده بنشعر حضراتكم إن احنا نشعر بالسوائل في الفترة من أول الفطار لحد السحور لازم نشرب سوائل كتيرة جدا ويمكن قلنا لحضراتكم قبل كده لازم إن احنا يكون فيه معادلة في عملية المية يعني قولنا قبل كده جسم حضرتك بتقسيمه على عشرة ده احتياجك من المية يعني لو جسم حضرتك تمانين كيلو هتقسيمه على عشرة يبقى حضرتك محتاج تمانية لتر مية من فترة من الفطار لحد السحور ولو وزنك سبعين كيلو بانتك كده تقسيمه على عشرة فانت محتاج سبع لتر مية من فترة الفطار لفترة السحور عشان تقدر ان شاء الله في يوم الصيام اللي بعد كده ان شاء الله تتحمل الصيام وما يبقاش عندك احساس لا بالعطش او هذا التعب لقدر الله ويمكن ربنا سبحانه وتعالى حتى في الايام شديدة الحرارة بيعطينا القوة وبالهمنا الصبر والثبات ودي المنحة اللي ربنا سبحانه وتعالى بدهالنا في هذا الشهر الكريم شهر مبارك شهر جني الحسناء فعلينا ان احنا نكثف من الاعمال اللي بتتضاعف فيها الحسنات واللي ان شاء الله بإذن الرحمن نكون من نظافرين بهذا الشهر الكريم بإذن الرحمن ونحتفل مع حراتكم في عيد الفطر المبارك بفرحة العيد وايضا بفرحة ما قمنا به من اعمال تقربنا للمولى عز وجل في هذا الشهر المبارك النهاردة بقى من ليالي رمضان ان شاء الله عندنا مجموعة من الفقرات المتنوعة والمختلفة كما احتدتم معانا ان شاء الله زمن يا رب انها تنال اعجاب حضرتكم عشان كده مش هنطول عليكم ونستأذنكم نروح فاصل سريع نلقاكم ان شاء الله سريعا بعد هذا الفاصل ونبدأ بقى اقوله فقط برديمجنا الحوارية النهاردة من ليالي رمضان على شاشة مصر الزراعي انتظرو